بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابت العاشرة اللي بيتكلم عن الشافتس وهنا بنتكلم عن Stresses in shafts أو الإجهادات على الأعمدة وعندي ثلاث أنواع رئيسية من الإجهادات أولها Torsional Stress Due to the transmission of torque نتيجة وقوة تورك على العمود بيسبب في Torsional Stress النوع الثاني من الإجهاد اللي هو Bending Stress سوى إذا كانت تنسيل أو Compressive Due to the forces acting upon machine elements Like gears, polis, etc. As well as due to the weight of the shaft itself طبعا بيقع على العمود Moment المومنت ده بيسبب Bending Stress يبقى تورك بيسبب Torsional Stress والمومنت بيسبب Bending Stress ناتج من إيه؟ من الفورسز اللي بتبقى موجودة على الجيرز أو البقرات أو وزن العمود نفسه بيؤثر وبينتج عندي المومنت النوع الثالث هو البقرات بين Torsional و Bending Stress يعني عمود بيقع عليه كلا الإجهادين التورشنال وال Bending Stress نتراه الأول نوع منهم اللي هو Torsional Stress يعني العمود المومنت أو العمود اللي بيتعرض إلى إجهاد التواء فقط ده طبعا احنا شرحنا قبل كده في الاسترسز إن لما يكون عندي عمود وبيقع عليه تورك بيسبب فيه تورشنال سترس برمز له بالرمز التاو وبتقدر قيمته من المعادلة دي ضرب التورك في نصف القطر على الجي والجي هنا اللي هي بتمثل البولر مومنت فإنرشا وعندي حالتين الحالة الأولى إما إن يكون العمود عندي مصمط وبالتالي ليه قطر واحد فقط اللي هو D قيمته بتساوي باي على تنين وتلاتين D والسربعة الحالة التانية إن يكون عندي عمود مفرغ من الداخل بالشكل ده في الحالة دي هيبقى له قطر خارجي برمز لي بالرمز D أوتر والقطر الداخلي بالرمز D أينر قيمة البولر مومنت فإنرشا بتاعت العمود المفرغ هي دي اللي هي باي على تنين وتلاتين نفتح قوس D أوتر أس أربعة نائس D أينر أس أربعة بالطبع لما أعوض بقيمة الجي دهيت وليكن مثلا في حالة العمود المصمط بباي على تنين وتلاتين دي أس أربعة هنتج عندي النتاوي تساوي ستتاشر في التورك على باي في دي تكعيب ومن هنا أقدر أطلع قيمة القطر القطر اللي يتحمل الإجهاد الواقع عليه بايزد أون سترينث بايزد أون سترينث بايزد أون سترينث طيب لو أنا بصمم العمود بايزد أون ريجيديدي الأمور بتختلف هنا ليه؟ لأن في الريجيدي فيه علاقة ما بين الثيتا اللي هي زاوية الالتواء بتساوي التورك في L اللي هو طول العمود على الجي اللي هو نودرس أوف ريجيدي في الجي اللي هو البولر مومنتو في إنارشا وطبعاً لما بعوض بقيمة البولر مومنتو في إنارشا واللي يكن في العمود المصمت مثلاً يبقى باي على 32 دي السربعة ومن هنا بمعلومية سيتا والتورك والطول والمودرس أوف ريجيدي طبعاً الجي بعوض عنها بالقيمة دي بالتالي بقدر أن أنا أطلع قيمة القطر في الحالة دي لو طلع القطر ده مختلف عن القطر اللي هنا يبقى بالتالي بختار مين الأكبر الأكبر منهم الأكبر من الاتنين هو اللي أنا بختاره دي الأكبر أما في حالة العمود المفرغ بعوض طبعاً بالقيمة دي عن الجي فبالتالي بطلع لي العلاقة دي التورك بيساوي 16 تاو بيساوي 16 في التورك على باي دي أوتر تكعيب في واحد ناقص كي اوس 4 حيث كي دهي اللي هي العلاقة ما بين الدي اينر إلى الدي اوتر ونكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه الدرس القادم إن شاء الله موسيقى